بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل والرائع والذي ننطلق لنختتم ما تحدثنا عنه حول درسنا نظام الأرض والشمس والقمر في هذا الفصل طالبي وطالبتي تحدثنا في بدايته عن نظام الأرض والشمس في الدرس الأول انتقلنا بعد ذلك إلى نظام الأرض والشمس والقمر في الدرس الثاني تعرفنا في بداية هذا الدرس طالبي وطالبتي على القمر وتعرفنا على أكثر المعالم الموجودة على سطح القمر فمن أمثلة هذه المعالم طالبي وطالبتي الأودية القمرية والجبال القمرية وغيرها من المعالم التي توجد على سطح القمر استطعنا أن نعرف هذه المعالم طالبي وطالبتي بواسطة عدد من الأدوات فمن ضمن الوسائل والأدوات التي ساعدتنا على التعرف على تلك المعالم وكذلك التعرف على الفضاء بشكل أفضل المسابين الفضائية وكذلك الرحلات الفضائية والأقمار الصناعية كانت هذه من أهم الوسائل التي ساعدتنا في التعرف على القمر بعد ذلك طالبي وطالبتي استطعنا أن نتعرف على أطوار القمر والتي تبدأ هذه الأطوار خلال الشهر الهجري ثم بعد ذلك طالبي وطالبتي انتقلنا للحديث عن عمليتين أو ظاهرتين تحدثان للعلاقة ما بين الشمس والأرض والقمر وهي ظاهرة خسوف القمر وكذلك ظاهرة كسوف الشمس اليوم بإذن الله تعالى طالبي وطالبتي ننطلق إلى ظاهرة أخرى من الظواهر التي تحدث ما بين الشمس والأرض والقمر ألا وهي ظاهرة المد والجزر دعونا نتعرف اليوم طالبي وطالبتي على ماذا نعنيه بعملية المد والجزر وما هي الخصائص الأخرى الموجودة في هذه الظاهرة لنتعرف على عنوان درسنا طالبي وطالبتي كما تشاهدون أمامكم ما الذي يسبب المد والجزر في البداية طالبي وطالبتي دعونا نعود للخلف قليلا حتى نستطيع أن نحل الواجب الذي طرحناه في ختام درسنا في الحصة الماضية طرحنا لكم طالبي وطالبتي سؤالا حول ظاهرة معينة ألا وهي ظاهرة خسوف القمر وكذلك كسوف الشمس فما الفرق بينهما؟ أحسنتم رائعون إجاباتكم رائعة وبالتالي نجد أن ظاهرة كسوف الشمس كما تلاحظ أمامك يقع القمر بين الشمس والأرض وبالتالي هو يلقي بظله على الأرض وهنا يحجب القمر أشعة الشمس وهذا سوف يكون كسوفا للشمس بينما الظاهرة التالية طالبي وطالبتي هي ظاهرة خسوف القمر خلال هذه الظاهرة طالبي وطالبتي كما تشاهد يلقي الأرض بظلها كما تشاهد على القمر ومنها سوف يقع أو تقع الأرض بين الشمس والقمر وبالتالي يبدو لنا ذلك القمر في هذه المناطق معتما رغم أنه في حالة أحد أطواره بعد ذلك طالبي وطالبتي انتقلنا للحديث عن أبرز أو أكثر التقنيات التي يستخدمها العلماء لاستكشاف الفضاء ما هي أمثلة هذه التقنيات طالبي وطالبتي؟ أحسنتم رائعون إذن من أمثلة هذه التقنيات نذكر المسابير الفضائية إضافة إلى ذلك المناظير الفلكية وكذلك الرحلات الفضائية جميع هذه الوسائل تساعدنا على التعرف حول معلومات أكبر للفضاء بعد ذلك طالبي وطالبتي تحدثنا عن أبرز المعالم الموجودة على سطح القمر ما هي أبرز تلك المعالم؟ أحسنتم رائعون إذن من أبرز تلك المعالم الموجودة على سطح القمر نذكر الفوهات وأسبابها ثم تحدثنا عن البحار القمرية وكذلك الأراضي المرتفعة إضافة إلى ذلك الجبال القمرية وكذلك الأودية القمرية هذه طالبي وطالبتي معظم المعالم الموجودة على سطح القمر تحدثنا بعد ذلك طالبي وطالبتي عن أطوار القمر وذكرنا أن هذه الأطوار تحدث خلال الشهر الهجري لنبدأ وإياكم طالبي وطالبتي كما تشاهدون أمامكم أن من هذه الأطوار طور المحاق فيه يكون القمر معتما وذلك يكون في اليوم الأول بعد ذلك يبدأ القمر بالبروز من الناحية من الناحية اليمنى كما تشاهد وهذا يكون هلالا أول ما بين الأيام أربعة إلى خمسة يليه بعد ذلك التربيع الأول ليكون نصف القمر مضاء والنصف الآخر معتما في الأيام ما بين ثمانية إلى تسعة بعد ذلك الأحدب الأول لنشاهد أن جل حجم القمر مضاء بينما الجزء البسيط يكون معتما في الأيام ما بين اثنى عشر إلى ثلاثة عشر بعد ذلك طالبي وطالبتي سوف يكون هناك القمر بدرا وهذه الأيام ما بين خمسة عشر إلى ستة عشر فبالتالي يكون القمر بارزا وواضحا بعدها سوف يبدأ القمر في الانحسار من الجهة المقابلة أو من الجهة الأخرى ليتكون بذلك الأحدب الأخير ما بين الأيام تسعة عشر إلى عشرون يليه بعد ذلك التربيع الأخير وهو ما بين الأيام ثلاثة وعشرون إلى أربع وعشرون بالتاريخ الهجري وبعد ذلك يبدأ القمر في عملية الانحسار أكثر ليكون بذلك الهلال الأخير ما بين الأيام ستة وعشرون إلى سبع وعشرون ثم بعد ذلك يبدأ القمر في حالة المحاق في شهر آخر وتستمر هذه العملية وهذا ما نسميه بأطوار القمر بعد ذلك طالبي وطالبتي كما تشاهدون أمامكم سوف ننطلق وإياكم إلى بداية هذا الدرس لنستمر في عملية القراءة والتعلم ونجيب عن هذا السؤال الأساسي ما الذي يحدث؟ نتيجة دوران القمر حول الأرض تعرفنا طالبي وطالبتي على عدد من المفردات الفوهة، أطوار القمر، كسوف الشمس، وخسوف القمر اليوم بإذن الله تعالى طالبي وطالبتي سوف يمر علينا مفردتين هامتين هما المد والجزر والجاذبية خلال مهارة القراءة طالبي وطالبتي سوف نتطلع أو سوف نتعرف على عدد من الأسباب لنذكر النتائج حول وجود هذه الأسباب فمثلا ظاهرة المد والجزر هذا يعتبر سبب إذن ما هو النتيجة التي تحصل من هذا السبب أو ماذا يتكون بعد هذه الظاهرة وهي ظاهرة المد والجزر دعونا نتعرف على ذلك من خلال درسنا لهذا اليوم إذن لنبدأ طلابنا وطالباتنا بالمد والجزر ما الذي يسبب المد والجزر تتقدم مياه البحر في أوقات معينة وهي بذلك تغطي مناطق أعلى من اليابسة وفي أوقات أخرى تنحسر تلك المياه ارتفاع الماء طالبي وطالبتي وانخفاضه على مستوى ذلك الشاطئ هذا ما نسمي ظاهرة المد والجزر في كثير من الأحيان طالبي وطالبتي عندما نذهب في رحلة إلى الشاطئ مثلا نشاهد أن الماء يمتد حتى يصل إلى مساحة كبيرة من اليابسة ثم بعد ذلك ينحسر حتى يغطي أو حتى يترك تلك المساحة في هذه الحالة طالبي وطالبتي يكون هناك ظاهرتين هامتين هما ظاهرة المد في امتداد ذلك الماء وظاهرة الجزر في عملية انحساره وبالتالي طالبي وطالبتي نشاهد أن المد والجزر ظاهرة هامة جدا وهي تحدث بسبب التجاذب بين الأرض والقمر لاحظ معي طالبي وطالبتي أن هذه الظاهرة سببها الرئيسي هو عملية الجاذبية بين الأرض وبين القمر الجاذبية طالبي وطالبتي نعلم بأنها قوة شد أو سحب تنشأ بين جميع الأجسام الجاذبية طالبي وطالبتي عندما ترمي قلمك مثلا فهو يسقط باتجاه الأرض وبالتالي الأرض استطاعت أن تقوم بجذب ذلك القلم هذه الجاذبية تحدث كذلك ما بين الأرض وكذلك القمر إذن هذه الجاذبية تحدث في هذه الأجسام الكبيرة ولكن كيف يمكن أن تحدث؟ نشاهد معا طالبي وطالبتي كلما زادت كتلة الجسم زادت قوة جذبه ومن ذلك أن جسم الإنسان له جاذبية وكذلك الأرض لها جاذبية ولأن كتلة الأرض أضخم كثيرا من جسم الإنسان فإن قوة جذب الأرض للإنسان أكبر من قوة جذب ذلك الجسم لهذه الأرض كذلك أو كما هو يوجد وأن هناك جاذبية بين الشمس والكواكب وكذلك بين الكواكب والأقمار التي تدور حولها إذن الجاذبية طالبي وطالبتي تتعلق ما بين كتل صغيرة وكذلك كتل كبيرة فنشاهد معا عبر هذه الصورة طالبي وطالبتي أنها كلما زادت كتلة الجسم في الكرات الأولى لاحظت أسهم تكون عملية الجاذبية أكبر نظرا للأسهم كانت كبيرة ولكن كلما قلت هذه الكتل أو كلما قلت قيم تلك الكتل ككرة التنس في أسفل هذه الصورة نجد أنها تقل الجاذبية فمثلا نشاهد في صورة أو في صور كور البولينغ نشاهد أن الجاذبية تكون أكبر منها في هذه الصورة لكرات التنس فتزداد قوة الجذب مع زيادة الكتلة إذن نعلم بأنها تزداد الجاذبية كذلك ما بين القمر والأرض بزيادة كتلهما إذن بما أنهما بأحجام كبيرة فبالتالي تزداد الجاذبية بينهما ماذا يحدث خلال هذه الجاذبية الطالبي وطالبتي نشاهد معنا تتغير الجاذبية بين الأجسام تبعا كذلك للمسافة ففي حالة الجاذبية بين الأرض والقمر تتأثر الأجسام الموجودة على الأرض وخاصة طالبي وطالبتي في الجزء المواجه للقمر بهذه الجاذبية الكبيرة وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى انجذاب الماء على اتجاه أو في اتجاه القمر إذن سوف ينجذب بذلك الماء باتجاه القمر ويحدث انجذاب آخر بطريقة أخرى للماء في الجهة الأخرى المقابلة للأرض ولكن البعيدة عن ذلك القمر وحيث يكون الانجذاب سوف يرتفع مستوى الماء ويمتد ليغطي مساحة كبيرة من ذلك الشاطئ بينما في الجهة الأخرى التي ذكرناها قبل قليل والتي يحدث فيها انجذاب أقل ينخفض في تلك المناطق الأخرى وينحسر الماء عن مساحات من ذلك الشاطئ ويسبب تكرار هذه العملية طالبي وطالبتي ظاهرتين هامتين وهما ظاهرة المد والجزر إذن عندما يكون ذلك في الجزء المقابل للقمر تكون كمية الجاذبية أكبر بينما في الجزء الغير مواجه لذلك القمر تكون الجاذبية أقل فبالتالي تحدث هذه الظاهرة وهي ظاهرة المد والجزر دعونا نتعرف على الخصائص التي تحدث ما بعد هذه الظاهرة يؤثر استفاف كل من الشمس كما تشاهد أمامك وكذلك القمر والأرض في قوة المد والجزر أو ضعفهما وهذا يحدث طالبي وطالبتي مرتين في الشهر هذه المرتين هي طور البدر وكذلك طور المحاق ماذا يحدث خلال هذين الطورين؟ يعتمد قوة سحب جاذبية القمر والشمس وعندما يصطف كل من الشمس والقمر والأرض على هذا المستوى الواحد كما تشاهد أمامك عبر هذه الصورة يحدث ما نسميه بالمد العالي عندما تصطف جميعا خلال هذا الطور في استفاف واحد يحدث ما نسميه بالمد العالي يكون مستوى المد الطالبي وطالبتي أكثر ارتفاعا من المد المعتاد وبالتالي سوف يمتد المال يغطي مساحة أكبر من ذلك الشاطئ بينما الجزر سوف يكون أكثر انخفاضا وبالتالي ينحسر الجزر في هذه المناطق مثلا ويكون أقل مساحة من المعتاد لاحظ عملية المد كيف كانت في طور المد العالي عملية المد كانت أكبر ما يمكن بينما عملية الجزر في القطبين كانت أقل ما يمكن إذن المد العالي يكون أو يكون المد العالي من المعتاد يكون انخفاض الماء عند الجزر أكثر من المعتاد ويكون المد أعلى ويحدث ذلك المد كما تشاهد مرتين في الشهر هما طور سواء كان طور المحاق أو حتى طور البدر بعد ذلك طالبي وطالبتي ننطلق إلى الظاهرة الأخرى في هذه الظاهرتين أو هذه الخصائص تحدثنا عن المد العالي سوف نتحدث الآن العكس تماما في هذا المد وهو المد المنخفض في ظاهرة المد المنخفض الطالبي وطالبتي تكون قوة الجاذبية لكل من القمر والشمس بشكل متعامد لاحظ معي قوة الجاذبية ما بين الشمس والقمر تكون بشكل متعامد يكون مستوى الماء أقل ارتفاعا مستوى ذلك المد يكون أقل ارتفاعا لاحظ كمية المد المنخفض ثم بعد ذلك نجد أن الجزر يكون فيه أكثر ارتفاعا وذلك لأنه يكون في هذه الحالة أو ينحسر الماء بهذه الحالة بشكل أكبر حيث يكون فيه المد أقل من المد العالي والجزر يكون أعلى من الجزر المنخفض هذا يحدث كما نذكر لكم مرتين في الشهر وفق أطوار القمر الموضحة وهي التربيع الأخير وكذلك التربيع الأول لنشاهد أن خلال هاتين أو هذين الطورين سوف يكون هناك مد منخفض فبالتالي يكون خلال هذا المد أقل من المد العالي ويكون الجزر أعلى من الجزر المنخفض إذن خلال هذه العملية استطعنا التفرق ما بين المد العالي وكذلك ما بين المد المنخفض عبر هاتين الصورتين لننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي ونراجع ما تعلمنا تحدثنا خلال درسنا لهذا اليوم عن أطوار القمر وتحدثنا عن المد العالي وكذلك المد المنخفض ما هي الأطوار التي يحدث فيها المد العالي والمد المنخفض طالبي وطالبتي؟ أحسنتم رائعون إذن في المد العالي طالبي وطالبتي يحدث عندما يكون القمر في هذين الطورين كما تشاهد أمامك إما أن يكون الطور المحاق أو حتى طور البدر بينما في النوع الآخر من أنواع المد وهو المد المنخفض يحدث ذلك المد عندما يكون القمر في طورين من أطوار القمر عندما يكون القمر في هذين الطورين وهما التربيع الأخير أو حتى التربيع الأول إذن هذه الأطوار التي تتعلق بعملية ظاهرتي المد العالي وكذلك المد المنخفض لننطلق بعد ذلك الطالبي وطالبتي ونجيب عن بعض أسئلة اختبر نفسي لننطلق إلى سؤال السبب والنتيجة ما الذي يسبب هذه الظاهرة؟ ما الذي يسبب ظاهرة المد والجزر؟ أحسنتم رائعون إذن الذي يسبب هذه الظاهرة كما تشاهدون هو في الدرجة الأولى تأثير قوة سحب القمر والأرض أحدهما في الآخر إذن الجاذبية التي تحدث ما بين القمر وكذلك الأرض ذلك يكون بالدرجة الأولى ولكن هناك كذلك تأثيرات أخرى تسبب هذه الظاهرة لنطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي إلى السؤال الآخر وهو يقيس مدى مهارتك في التفكير الناقد كيف يمكن أن يؤثر المد العالي في حياة الناس مثلا كيف يمكن أن يؤثر ذلك المد العالي وكذلك امتداد هذا الشاطئ لمسافات أكبر في حياة الناس أحسنتم رائعون مثلا عندما نتحدث عن صيدي الأسماك فبالتالي هو سوف يساعدهم في اختيار الوقت المناسب في عملية الصيد لنراجع ما تعلمناه طالبي وطالبتي حول هذا الدرس تحدثنا في بداية هذا الدرس عن عناصر هامة ثم انتقلنا بعد ذلك عن أطوار القمر وأخيرا اختتمنا بظاهرتي المد والجزر إذن كما تشاهدون أمامكم طلابنا وطالباتنا أننا بدأنا بالحديث عن القمر عن المعالم الموجودة في القمر وهي معالب وأدلة تبين تاريخ ذلك القمر إضافة إلى ذلك تحدثنا عن المواقع النسبية للأرض والقمر والشمس وكيف تسبب ظهور أطوار القمر وكذلك ظاهرتي الخسوف والكسوف إضافة إلى ذلك طالبي وطالبتي تحدثنا خلال درسنا لهذا اليوم قوة الجاذبية وهذه القوة كيف تحدث ما بين القمر والأرض لتسبب الكثير من التغيرات ومن هذه الظواهر والتغيرات ظاهرتي المد والجزر بإمكانك طالبي وطالبتي وأنتم مبدعون دائما في عمل تلك المطويات لتستطيعون أن تدونوا هذه المفردات وتضعوها في مطوية بهذا الشكل أو الشكل الذي ترونه مناسب اعمل مطوية لخص فيها ما تعلمته عن الأرض عن الشمس والقمر بحيث تتضمن سؤالا حول السبب والنتيجة لتتحدث عن الموقع النسبي مثلا ثم عن معالم القمر ثم عن السبب والنتيجة حول الموقع النسبي وكذلك قوة الجاذبية بإمكانك أن تستعين برسماتك أو برسومات لتبين كذلك هذه الظواهر وكذلك معالم القمر ننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي إلى تقويم أهدائنا عبر مجموعة من الأسئلة لنبدأ وإياكم بأسئلة أفكر وأتحدث وأكتب أولا بالمفردات نشاهد معا طالبي وطالبتي في سؤال المفردات مساحة الجانب المضاء من القمر التي يمكن مشاهدتها من سطح الأرض ماذا تسمى؟ الجانب المضاء من القمر والتي يمكننا أن نشاهدها ونحن في الأرض ماذا نسمي هذه المساحة؟ أحسنتم رائعون بالتأكيد هذا ما نسميه بطور القمر وهذا الطور يختلف فربما يكون ذلك الطور بدراً ربما يكون تربيعاً أول تربيع أخير هلال أول هلال أخير فبالتالي هو يختلف حسب تاريخ أو التاريخ الهجري لننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي إلى السؤال التالي وهو سؤال يقيس مهارتنا الأساسية خلال الدرس كاملاً وهي مهارة السبب والنتيجة ما الذي يسبب الفوهات على سطح القمر؟ ما هو أسباب تكون تلك الفوهات على سطح القمر؟ ذكرناها سابقاً وذكرنا تأثير هذه الفوهات على سطح القمر ولماذا تتكون بالذات أو في سطح القمر ولا تتكون مثلاً في الأرض؟ أحسنتم رائعون إذن السبب طالبي وطالبتي هو استدام الأجرام الفضائية بالقمر ينتج عن ذلك تلك الفوهات والتي لا تتكون على سطح الأرض وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأرض ذلك الغلاف الجو الذي يحميها من استدام تلك الأجرام السماوية لننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي إلى السؤال التالي وهو السؤال التفكير الناقض والسؤال التالي خلال حدوث الخسوف الكلي للقمر لاحظوا معي طالبي وطالبتي الخسوف الكلي للقمر ماذا يمكن لشخص على القمر أن يشاهده؟ ماذا يمكن للشخص الموجود على القمر أثناء ذلك الخسوف الكلي أن يشاهد الأرض فيه؟ أدعاكم تفكروا قليلاً أحسنتم رائعون إذن بإمكان ذلك الشخص على سطح القمر أن يشاهد جانب القمر المواجه للأرض كسوف الشمس وكذلك أرضاً معتمة أما الشخص الموجود في الجانب الآخر فقد يشاهد نجوماً وكواكب ولكنه في نفس الوقت لا يستطيع أن يشاهد الشمس والأرض لننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي إلى السؤال الرابع لدينا عدد من المفردات أو لدينا عدد من الإجابات ونريد أن نختار الإجابة الصحيحة ما بين هذه الإجابة لنبدأ بالسؤال يبدو القمر معتماً كما يشاهد من الأرض عندما يكون في طور ما هو الطور الذي يكون فيه القمر معتماً عندما نشاهده من الأرض؟ هل هو طور ألف البدر؟ با التربيع الأول جيم المحاق دال الأحدب الثاني أو الأخير ما هي الإجابة الصحيحة؟ معتماً أحسنتم يكون ذلك القمر في طور المحاق لننطرق بعد ذلك طالبي وطالبتي إلى السؤال الخامس بنفس الطريقة اختر الإجابة الصحيحة أي مما يأتي ليس من معالم سطح القمر؟ لدينا عدد من هذه المعالم وهناك معلم ليس من معالم سطح القمر ألف الجبال با الأودية جيم الفوهات دال المحيطات ما هو الجزء الذي ليس من معالم سطح القمر؟ أحسنتم رائعون إذن بالتأكيد هي المحيطات لننطلق طالبي وطالبتي إلى السؤال السادس في هذا السؤال هذا السؤال هو سؤال أساسي يقيس مهارتنا خلال الدرس كامل ما الذي يحدث نتيجة دوران القمر حول الأرض؟ ما الذي يحدث نتيجة دوران القمر حول الأرض؟ هناك ظواهر تحدث أحسنتم رائعون إذن يحدث طالبي وطالبتي أطوار القمر أو يسبب ذلك تكون أطوار القمر لنختتم درسنا طالبي وطالبتي بربط العلوم بالمجتمع وكذلك بالرياضيات لنبدأ بالعلوم والمجتمع الأعياد ابحث عن طريقة تحديد وقتي عيد الفطر وعيد الأضحى وعلاقتها بالشهور القمرية وأطوار القمر دائما طالبي وطالبتي ما ندعو إلى مشاهدة تحري رؤية الهلال أثناء الأعياد أو حتى أثناء دخول الشهر فبالتالي ما علاقة ذلك بإمكانك طالبي أن تبحث عن ذلك وتوجد السبب فيها بعد ذلك طالبي وطالبتي عندما نربط العلوم بالرياضيات في حساب المسافة بين الأرض والقمر مثلا ينتقل الضوء بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية يقطع شعاع ضوئي المسافة بين الأرض والقمر فيما يقارب 1.3 ثانية تقريبا إذن كم يبعد القمر عن الأرض بإمكانك طالبي وطالبتي أن تجري عملية حسابية حتى تستطيع الإجابة عن هذا السؤال إلى هنا وصلنا وإياكم طلابنا وطالباتنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم إلى أن نلقاكم بذل الله تعالى في درسنا في الحصة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته